موسيقى السلام عليكم ازايكم لما تيجي بص على قدرات الجيش المصري حتلاقي انها بتتطور بشكل مرعب بشكل مخيف كل شوية الجيش المصري عمالي يعمل صفقة ديدة عمالي يطور في قدراته بشكل كبير جدا والصفقات دي المختلف فيها انها مش من دولة واحدة مش من امريكا فقط ولا حتى من روسيا فقط خالص دي من دول غريبة وجديدة زي كوريا الجنوبية مثلا زي فرنسا ايطاليا المانيا الصين دول متنوعة يعني هتلاقي مثلا تقرير يقولك اكبر مشتري للاسلحة الالمانية هي مصر نفس التقرير بيكلمك ان من اكبر المشتريين للاسلحة الايطالية هي مصر برضي فانت مشتري كبير تريد في صفقات تسليح دي انها مش صفقات شراء اصلاحة فقط لأ انت بتتكلم على نقل التكنولوجيا الجيش المصري عاوز ينقل التكنولوجيا مش بس يشتري اسلحة والدليل الدليل ام انت هتنظم الساعة دي مصنع اسمه ادكس مصنع ادكس ده الجيش المصري بيعرض في الاسلحة اللي هو صنعها مش اللي هو اشتريها فرق كبير قوي جيش المصري بيعرض لك في المعرض كل الاسلحة اللي تم تصنيعها حديثا داخل الجيش يعرضهاכשיו الدول كده اي حد عاوز يشتري سلح يتفضل في المعرض ده ويبص على السلاح بعينه فمصر ابتدت تتجه لتصنيع الأسلحة مش شرقها فقط ترجع تاني الصفقات هتلاقي الصفقات دي بتنقسم لكذا نوع أول نوع الحقيقي الصفقات الحقيقية خلي بالك من كتر الصفقات ما هي كتيرة فيه ناس بتطلع بصفقات تهبت تقول لك الله يا أصل الجيش المصري اشترى المركب فلانية أصل اشترى الطيارة فلانية فيه واحد كان عامل فيديو وقال لك مصر اشترت الاف 35 مثلا ده معدي ماشي فالصفقات دي فيه منها الحقيقي وفيه منها مش الحقيقي بس أغرب نوع هو الصفقات المسيرة للكتر دي اللي لازم توقف عندها زي ايه زي صفقة يا باشا السخوي 35 اللي انا مش هتكلم عنها تاني اللي انا مش هتكلم عنها تاني انه قلت لك مش جاية وخلاص شبعت ماشي طب صفقة ايه تاني التايفون انت عملك سألت نفسك من نوفمبر اللي فات من ساعة ما احنا كلنا قلنا ان مصر عقدت صفقة تسليح ضخمة مع الجانب الايطالي تشمل طائرات تايفون تيجي تخش سلاح الجو المصري عمرك سألت نفسك الطائرات دي فين هظن بقى السؤال ده لازم تسأله فين طائرات التايفون ما جاتش لين وحيا ان انا برضو كنت عملت فيديو من فترة وقلت لك على فكرة الطائرة دي مش جاية وكان توقع مش مصدر ليه والله استنادت على مقالة نازلة في الجاردين البريطانية بتتكلم على علاقات مصر وايطاليا اللي زي الزفت بخصوص ملف ريجيني وان الملف ده عمالي يتطور بشكل كبير جدا وممكن يوقف صفقة التسليح الايطالية ده كان توقع وانا عملت الفيديو ده والطائرات دي مش جاي حلو الحقيقة ان اول ما فيه اخبار طلعت ان فيه فرقاطتين فرام برجاميني وصلوا مصر تم شن هجوم جير طبيعي ده قصد اللي بيفهمش حاجة والطائرات التايفون جاي في السكة وادام الفرقاطتين دول جايين يبقى التايفون جاي في ديلهم حلو هم فيه والحقيقة ان مكادش فيه اجابة محدش عارف يجاوب على مين لان انا نفسي كنت بتوقع يعني مفيش تقرير نازل يقول لكم ما مجوش صح؟ النهاردة فيه تقرير طالع استخباراتي من موقع اسمه ده موقع بفلوس فلوس كتير يعني دخلت انا دفعت الفلوس لتاني مرة تاني مرة ادفع فلوس في الموقع ده عشان اجيب التقرير ده بيكلمك يقول لك ايه؟ التقرير ده لأول مرة يقول لك تفاصيل الصفقة الايطالية بالحرف وقال ايه؟ كوارث وبلاوي يعني اخبار مش حلوة جوه الصفقة الايطالية دي من ضمنهم اخبار عن الفرقاتتين اللي مصر استلمته طب الموقع ايه ليه هستعرف هقول لك عشان اقول لك لازم احكي لك القصة بلاوي القصة كلها يا سيدي تبتدي ان الموقع بيفتتح كلامه ويقولك على فكرة مصنع ليوناردو المصنع للطائرات التايفون بيعلن عن احباطه وخيبة امله ان هو فقد الصفقة المصرية وبرضه بموقع هنا ما عندوش ادلة دامغة بس هو بيتوقع بيقولك ليه؟ بيقولك على فكرة لان طائرات التايفون المفروض تبقى في حوزة قوات المصالحة المصرية بالفعل حاليا لو تم موافقة على الصفقة بس الحقيقة الواضح كده ان ما تمش موافقة على الصفقة وان كل التقارير الاستخباراتي والتقارير بتاعت الاسلحة والجيش اللي خارجة من ايطاليا ما بتتكلمش على تسليم مصر اي طائرة تايفون مش بس كده التقارير كلها بتتكلم على ان الصفقة دي زي ما هي كبيرة جدا وضخمة جدا زي ما هي لها احتمالين يا اما ما تمش موافقة عليها من قبل الحكومة الايطالية من الاصل يعني ممكن يكونوا تكلموا وبعد كده ايطاليا رفضوا يقولت لك لا يا اما مصر عدلت عن قرارها والدليل الدليل الموقع هنا استند على كلمة ايمانويل مكرا اللي اطلقها في 2020 اللي قال فيها ايه؟ اللي قال فيها في اخطاب متلفز لن نضع شروطا في تعاوننا في مجال الدفاع والاقتصاد اولا علينا ان نحترم سيادة كل بلد ومصالحنا الفردية والمشتركة وثانيا اعتقد ان سياسة الحوار اكثر فاعلية من سياسة المقاطعة لان هذا يضر قدرتنا على مكافحة الارهاب والعمل من اجل الاستقرار الاقليمي اعتقد ان مثل هذه الشروط لن تسمح بالتقدم في هذه الملفات بل ستقوض النقاش وهذا سيضعف احد شركائنا في حربنا على الارهاب ومن اجل الاستقرار في المنطقة وبالتالي هذا سيكون غير فعال في مجال حقوق الانسان وذا نتيجة عكسية في حربنا على الارهاب ان فرنسا حبيع الاسلاحة بدون الاستناد على مراعاة مصر لحقوق الانسان وقالك ده تحول رهيب من الجانب الفرنسي ازاي فرنسا تطلب تصريح زي ده؟ تتحول غير طبيعي وارجع بقى للفيديو بتاعي اللي قلتلك فيه ان مصر رحت تجيب جول في عز ما فرنسا العالم كله بيهاجمها مصر رحت خادت بقيد فرنسا وكسبت من وراء اللقاء ده ما كسب غير طبيعي من ضمنهم الصفقة الفرنسية الموقع هنا بيكلم بيقولك ايه ارىك على فكرة الواضح كده لما مصر عقدت صفقة جديدة من الرفال مع الجانب الفرنسي ده تعويضا عن الصفقة الايطالية الموقع اللي بيقول مش انا قال لك مصر اشترت 30 طيارة رفال معنى كده طيارات تافون مش جاية وان مصنع ليوناردو بيضرب نفسه بالجزمة بيضرب نفسه بالجزمة دي من عندي بس هو بيعلن عن خيبة امله وإحباطه وكرام دي كله اسمع بقى من مفاجأة تانية مفاجأة تانية ان الموقع بيقولك وعلى فكرة بقى انت عارف الفرقاطتين البرجاميني الوسط ومصر مش بيكمل تسليحهم فيهم قدرات قتالية تم نزعهم الفرقاطتين قدرات ايه بيتكلموا على ECM ده نظام جوه الفرقاطة تم نزعهم من قبل الحكومة الايطالية او من الجيش الايطالي وفيهم سانسورز برضو اتشالوا من الفرقاطتين دول طيب هل ده الطبيعي يعني هل ده الطبيعي في النسخة التصديرية لا النسخة التصديرية بتطلع بالاتنين دول هو معاقع اللي بيقول قالك تم نزعهم من قبل الجيش الايطالي ليه اسمع بقى اللي جاي بيقولك بناء على التوترات اللي بين الحكومة الايطالية والحكومة المصرية بخصوص هل فقط ملف ريجيني واحد اسمه باتريك زاكي هو كبناء زاكي سي كاي ومفروض زاكي كاي واحنا ما علينا مهم باتريك زاكي ده مع ملف ريجيني افلك الصفقة الايطالية يا اما مصر استشفت مقاومة من الحكومة الايطالية فعدلت عن الصفقة او الحكومة الايطالية رفضت الصفقة اصلا الموقع هنا بيأكد وبيسترسل ويقولك على فكرة الملفين دول ابرزهم ملف ريجيني في انتقادات ضخمة جدا شعبية تم توجيهها لرئيس الحكومة الايطالية والحكومة الايطالية بعد ما تم الاعلان موافقة على الصفقة الايطالية خلاص مش بس كده البرلمان الايطالي طلع هاجم الحكومة بشكل عنيف بخصوص الصفقة دي ده اللي ادى لتراجع الحكومة الايطالية عن اتمام كامل الصفقة ده اولا وده بخصوص ملف ريجيني طب مين باتريك زاكي باتريك زاكي ده باحث مصري يعني هو مصري كان خريج جامعة في ايطاليا هو مش ايطاليا هو مصري خريج جامعة في ايطاليا وصل مصر تابض عليه ليه بناء على تهمة نشر اخبار كاذبة واشعاعات والتحريد على الحكم والكلام ده كله فبقى عند الحكومة الايطالية ملف فين مش ملف واحد وهنا ما يدعو ان الحكومة الايطالية تتراجع عن اتمام اي صفقة مع الجانب مصري واي صفقة مع الجانب الايطالي فيها محل شك كبير وانسى يا باشا طيارات التايفون حلو تيجي هنا تقول لي وانت فرحان ليه ما ريش يا عمي تسألني سؤال وتقول لي انت فرحان ليه انا حطير من الفرحة ليه مصر ما بيتلويش دراعها مش هديني طيارات تايفون مش هديني امر صناعي مش هديني الفلاج باشا انا رحت جبت الكلام ده كله من فرنسا وانا حطت رجل على رجل ورئيس فرنسا بيستقبلني بموكب ملكي ونقصي زهرت على باب القصر يا باشا تعالى تفضل وخد الاسلحة اللي انت عاوزها ولا ايطاليا ولا حاجة وامر صناعي وطيارات رفال وكل اللي انت عاوز تاني علش هتقيه توقف عند حتة ليه ايطاليا سلمتك اللي اتنين او فريم برجاميني اللي ايطاليا سلمتهم لك بصه هو التقرير هنا فارق بين الصفقة الايطالية ككل والفرقاتتين دول الفرقاتتين دول معرفش تفاصيلهم هو مش قايل بس واضح كده ان فيه فرق كبير بين الصفقتين ده اولا تاني حاجة مهما كان قللوا من قدرات الفريجتس او الفرقاتتين دول في الاخر انت بتقدر تستعيد الحاجات دي يعني انت بدل ما الـ ECM ده او الـ Electronic Counter Measure اللي ايطاليا نزعته من فرقاتة فرام برجاميني انت ممكن تروح تجيوه من فرنسا برضو على فكرة الفرام فرنسية اعلى بكتير اعلى بكتير لأ وفرنسا تديك اللي انت عاوش يا ماشا انت دلوقتي بتتكلم في غواصات فرنسية عاوش تصنعها جوا مصر لا يا سكوربيون عاوش تصنعها جوا مصر مصر ما بتلويش دلعها من اي حد من اي دولة هتدنع عني حاجة احنا دلوقتي عندنا مقدرة ان احنا نجيب اسلحة من اكتر من دولة زي ما التقرير ده زي ما التقرير ده ممكن يزعلك ده لازم تبقى فخور بكيادة بلدك لازم تبقى شاير في الناس دي بتحرك ازاي في الاخر ارفع راسك فوق انت مصري وانا آسف ان انا يعني بقول لك اخبار مش حلوة بس انا شايفها حلوة معلش انا شايفها حلوة ان انت جبت عدد الطائرات اللي انت كنت هجيبه ومن ايطاليا جيبته من فرنسا الحمد لله ان انا مقلاشتش معك في ولا خبر لحد دلوقتي الحمد لله اهمهم ضرب الساد لانه حيتضرب وعلنت عالس يا رب اكونت شرحت لك الموضوع بشكل مبسط وارب انسوا المصر وطحيا مصر سلام ومن الخيني ومن الخلق اللي بين اهلك